أصدر ائتلاف تحالف الآثار العالمية الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرر له القائمة الأبرز لأبرز عشرة آثار مطلوبة دوليا مطالبا الجمهور بإبلاغ الأنتربول أو مكتب التحقيقات الفيدرالي أو التحقيقات الأمن الداخلية عند مشاهدتها ويقع لوح حجر مرمر منقوشا عليه تم اقتلاعه من أرضية معبد أوام في محافظة مارب شرقي اليمن في أعلى قائمة من عشرة آثار سرقت ويتم البحث عنها حول العالم وحسب المعلومات المنشورة في القائمة عن اللوح اليمني فإنه جرى تهريبه بين العام 2011 من اليمني إلى خارجها وكان تحالف الآثار قد نشر العام الماضي قائمة تضم 1631 قطعة تم سرقتها من العديد من المتاحف في اليمن ترجمة نانسي قنقر